على طاولة قيادة الشرعية في اجتماعها امس وضع ما سماه الرئيس هادي مشروع اتفاق الرياض مشروع اكد هادي انه يضاف لجهود السعودية لانهاء التمرد والدعم الشرعية ليضيف رئيس الجمهورية في كلمته ان الاهداف واضحة والمسار محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدماتها القرار اثنان وعشرين ستة عشر وصولا الى انهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني مناقشة الاجتماع لمسودة الاتفاق افضت للترحيب باي جهود تحقن دماء اليمنيين وتعزز السلام والوئام في اطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية الايرانية وتطبيع الاوضاع بصورة عامة مع التأكيد على وضع مصرحة اليمن اولا والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية والالتزام بمرجعيته والتطلع لمرحلة جديدة في كفاح الشعب اساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار ان التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية ردود الافعال على ما تمخض عنه الاجتماع التقت على تقدير مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه وافترقت في تقدير موقف الشرعية الراهن في ضوء المبدأ فيما تحدث وكتب ناشطون متسائلين عن الضمانات المتوفرة لانجاح التنفيذ على الارض ضمانات يرى كثيرون ان اولاها واولاها بالتنفيذ عدم وجود اي سلاح خارج سلاح الدولة او اي تشكيلات عسكرية او امنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية وعودة الشرعية بكل مؤسساتها ومسؤوليها للعمل من العاصمة المؤقتة واستعادتها لكامل القرار في المناطق المحررة ومطلق السيطرة على المؤسسات السيادية وما سوى ذلك وفق كتابات سياسيين وناشطين لن يكون سوى تكرار لخطأ اتفاقات سابقة مع ميليشيا الحوثيين